وجه مدير عام مدرية المنصورة بمحافظة عدن محمد عمر البر الجهات المختصة في المدرية بتحصيل رسوم تراخيص العمل لأصحاب المحال التجارية الممتنع عن السداد جاء ذلك خلال لقائه بمالكي المولات والمراكز والأسواق التجارية بحضور مدير شرطة المنصورة العقيد حسين الصالح مسهر وعدد من موظفي قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الأشغال العام والطرق بالمدرية وفي اللقاء استعرضت رئيسة قسم تراخيص المهن سعود خالد عبده استعرضت شرحا مفصلا عن سير العمل الإداري في القسم والصعوبات التي تعيق إنجاز أعماله بالشكل المطلوب وفي هذا الصدد شدد مدير عام مدرية المنصورة على ضرورة مضاعفة الجهود في المتابعة المستمرة للمحال التجارية والعمل على تحصيل الإرادات المالية بما ينعكس إجابا في تنفيذ مشاريع السلطة المحلية في المدرية